التقى وزير الشباب والرياضة نائف البكري المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وبحث الجانبان خلال اللقاء جهود المركز الإغاثي والإنساني ومستجدات البرنامج التي ينفذها في كافة المناطق في اليمن وفي اللقاء ثمن الوزير البكري حرص المملكة ممثلة بالمركز على أمن واستقرار وتنمية اليمن في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والشبابية بدوره استعرض الربيعة نبذة عن برنامج تمكين الشباب اليمني التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المدن في اليمن لمساعدتهم في تحسين دخلهم وإعالة أسرهم ودخولهم سوق العمل بعيدا عن استقطابهم من الميليشيات الحوثية في أعمالها الإجرامية